موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقات جديدة من كشك الصحافة والذي نطالع فيها أهم وآخر الأنباء والمقالات الواردة في مواقع الأخبار والصحفة العربية المهتمة بالشأن اليمني والبداية من آخر الابتكارات التي توصل إليها الإرهاب في التدمير حيث عنونا موقع عدن تايم في صفحته الرئيسية تفكيك عبوة ناسفة مزروعة بعمود كهرباء في خور مكسر بعدا وقالت التفاصيل تمكن رجال الأمن في خور مكسر وبتنسيق مع فريق هندسي متخصص بتفكيك العبوات النسفة والمتفجرات من إبطال مفعول عبوة ناسفة بعد اكتشافها مزروعة في عمود الكهرباء أمام معهد مالي ويضيف عدن تايم تحرك فريق المتفجرات بعد تلقي بلاغ من رجال التحري عن وجود عبوة ناسفة وتمكن الرجال الأمن من إبطال مفعول العبوة ناسفة وتفكيكها قبل انفجارها كما عنونا الموقع من أبيان مداهمة معملين لتصنيع العبوات النسفة في خنفر ودوفس إلى موقع عدن الغد والذي عنونا أيضا في صفحته الرئيسية غياب وسال الاتصالات يعوق العمل الإنساني في اليمن ووفقا للموقع تشكل صعوبة الاتصالات أحد أبرز المعوقات التي تواجه المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن حيث تتغير بيئة الاتصالات والتنسيق الأمني في البلاد منذ بدء الحرب في شهر مارس 2015 ويقول مصدر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن العمليات الإغاثية تواجه نقص معدات الاتصالات مع عدم إمكانية وصول المنظمات إلى المناطق المتضررة مشيرا إلى أن ضعف قدرات المنظمات في مجال الاتصالات الأمنية تحديدا أفضى إلى فشلها في إقناع جماعة الحوثي خاصة في تعز بكسر القيود الأمنية المفروضة على تنقل موظفية الإغاثة وإصال الإغاثة إلى المتضررة من المدنيين وأكد المصدر وجود مراكز اتصالات هاتفية وألكترونية متصلة مباشرة بالأقمار الصناعية تتوزع على أربع مواقع فقط في البلاد وهي لا تكفي بسبب انتشار العنف على معظم الأراضي اليمنية بشاعة الانقلابيين تحت هذا العنوان كتبت صحيفة البيانة الإماراتية افتتاحيتها وقالت الصحيفة من أجل السلطة يواصل الانقلابيون في اليمن حربهم على حساب الإنسان اليمني وحياته وأمنه ومستقبله وهي حرب أدت إلى خسائر كبيرة جدا جراء ما يفعله الانقلابيون والإرهابيون معا في سعيهم لتدمير اليمن وإعادته للوراء الفعام إن التحالف العربية وقوات الشرعية وكل الشرفاء يدركون أن نتيجة هذه الحرب محسومة وأن التيارات الظلامية والانقلابية في اليمن ستلقى مصيرا قريبا وبما يؤدي إلى تحرير اليمن من يد خاطفيه من أجل استرداد الحياة خصوصا حين نرى أن هؤلاء أحرقوا الأخضر واليابسة في سعيهم المحموم وراء السلطة دون أن يكلفوا أنفسهم عناء مراجعة أخلاقية لكلفة أفعالهم وما تتركه من أثر على حساب الشعب اليمني لقد آن الأوان أن يدرك كثيرون أن هذه الحرب التي يشنها الانقلابيون ويصعون لاستمرارها بكل الوسائل تؤدي إلى نحر اليمن وتشرير شعبه وحرمانهم من أبسط حقوقهم في التعليم والصحة والحياة الآمنة وهذا يعني مباشرة أن تخليص اليمن من هؤلاء مهمة كل الشرفاء اليمنيين والعرب ولابد أن يدرك العالم أيضا أن هذا الإرهاب المتمثل بعناوين زائفة يؤدي إلى تهديد أمن كل المنطقة ولا تتوقف أثره على اليمن وحيدا فالكل يدرك أيضا موقع اليمن وأهميته وحساسيته على الأمن العالمي ليس أدل على بشعة الانقلابيين ومن ولاهم إلا قصفهم للمدنيين عشوائيا في كل مكان فهم يريدون أن يحرقوا لحم شعبهم في خضم سعيهم الأعمى وراء السلطة نقل موقع صهاريج نيوز عددا من الشكاوى للمسافرين القادمين من مصر والأردن عبر مطار عدن والذين قالوا إنهم تفاجأوا عند نزولهم من سلم الطائرة بعدم وجود باصات تنقلهم إلى صالة استقبال المطار الداخلية مما اضطرهم للمشي على الأقدام وأضافوا أنه بعد وصولهم إلى صالة المطار لاستلام أمتعتهم كانت مفاجأة أخرى تنتظرهم وهي عدم وجود عربات يدوية لنقل أمتعتهم إلى خارج المطار وقالوا بحسرة حد تعبير الموقع بأن المفاجآت لم تتوقف بل انتقلت معهم إلى خارج المطار حيث لم يتم السماح بدخول سيارات مستقبليهم إلى مواقف المطار المعتادة وذلك لدواعا أمنية وكان على المسافر أن يحمل أمتعته بنفسه إلى موقع التغيير نت والذي تابع العديد من الموضوعات وعنوان القوات السعودية تستعين بأجهزة متطورة لمراقبة الشريط الحدودي مع اليمن والمناطق الآهلة بالسكان ومن عنوين أيضا الجيش اليمني يواصل الحسمة في تعز ويحرر مواقع جديدة وعنوان أيضا مصادر تكشف سبب تغيب المخلوع صالح عن حضور تظاهرات أنصالح وعنوان أيضا المجلس السياسي الأعلى المشكل من الحوثيين وصالح يصدر قرارا جديدا إلى موقع الوحدوي نت تابع الوضوع المعيشية المتدهورة للموظفين في عهد ميليشي الحوثي وعنوان إضراب شامل في عدد من المؤسسات جراء رفض البنك المركزي صرف مستحقات الموظفين ووفقا للموقع فقد أعلنت نقابات الموظفين والعمال في عدد من المرافق الحكومية في الدولة إضرابا شاملا عن العمل بسبب الإجراءات المالية الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني ورفض صرف النفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة ومستحقات العاملين فيها وكانت النقابات أو نقابة الموظفين والعمال قد دعت في عدد من مؤسسات الدولة بينها وزارتاء المالية والاتصالات وحياء الطيران والأرصاد الجوي كافت الموظفين والعمال إلى بدء الإضراب الشامل عن العمل اعتبارا من يوم الثلاثاء احتجاجا على عدم صرف مستحقات الموظفين وقالت النقابات في بيانات منفصلة تلقى الوحدة وينت نسخة منها إنها استنفذت كافة الإجراءات المنصوصة عليها في القانون لاستعادة حقوق الموظفين الموقوفة دون جدوى البنك المركزي ووقف التعامل معه تحت هذا العنوان كتب شكيب حبيشي مقاله المنشور في عدن تاين وقال الكاتب في أجزاء من المقع كل الأحداث أدت إلى إثارة العديد من الجدل والنقاشات حول كثير من القضايا ذات الصلة بقرار رئيس الحكومة الذي قضى بعدم التعامل مع مجلس إدارة البنك المركزي في العاصمة صنعاء بتركيبته الجديدة ولا سيم الجدل حول استقلالية البنك المركزي ومدى انفراده بالتصرف بإدارة موارد الدولة واحتياطاتها تون تدخل من الحكومة وعلى الرغم من أن القانون قد ربط ممارسة البنك المركزي لعملياته في إطار السياسة الاقتصادية للحكومة إلا أن ذلك لا يعني عدم انفراد البنك المركزي برسم وصياغة السياسة النقدية والتي تعد اختصاصا أصيل للبنوك المركزية على أن لا يعني ذلك عزلة كلية عن الحكومة بأي حال بل ينطوي ذلك على تحديد العلاقة والصلاحيات والاختصاصات الأصيلة التي يمارسها البنك المركزي دون تدخل من الحكومة في أعماله فاستقلال البنك المركزي يقاس بمعيارين متعارف عليهما عالميا الأول يقاس بمدى انفراده بصناعة السياسة النقدية والثاني يقاس بمدى انفراده بتنفيذ واختيار أدوات السياسة النقدية ولا يعد استقلال البنك المركزي غاية يتوق إليها رجال الاقتصاد بل أنها مجرد وسيلة فعالة تكفل للبنك المركزي القيام بوظائفه وتحقيق أهدافه بكفاءة وإدارة حصينة وفي قرار رئيس الحكومة لا يوجد ما يجعله مساسا باستقلالية البنك وفقا للمعيارين المشار إليهما ولكن ينطلق من حق أصيل كفله له القانون باعتباره المعني الأول بالسياسة الاقتصادية للدولة والتي يلزم البنك العمل في إطارها حول الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع عنون موقع المصدر أونلاين وقال إخضاع الصحفيين المختطفين لجلسات تحقيق أمام الكاميرا وتخوفات من توظيف حديثهما حيث أفادت مصادر مؤكدة لموقع المصدر أونلاين بأن مسلحي جماعة الحوثي والقوات الموالي لصالح يجرون تحقيقات مع الصحفيين المختطفين لديهم أمام كاميرات تلفزيونية رغم استجوابهم عشرات المرات وعبر أهالي الصحفيين المختطفين عن مخاوفهم من توظيف هذه التحقيقات التي جرى تصويرها في السجون وتحت التعذيب بما يبرر عمليات خطفهم وتعذيبهم وطالبت الأمم المتحدة والحكومة الشرعية والمنظمات الحقوقية والنقابات والاتحادات الصحفية وعلى رأسها نقابة الصحفيين اليمنيين بالتحرك الفوري والعمل على إنقاذ أبنائهم وتحريرهم من الخطف موقع يمن مونتر أقام أو قام بترجمة تقرير يدعى اللاجئون بعمق حول اللاجئين اليمنيين في أرض الصومال وعنوان اليمنيون الذين تقطعت بهم السبل في أرض الصومال وقالت التفاصيل إن اللاجئين اليمنيين في أرض الصومال أصبحوا جزءا من نضال لاعتراف دولي بهذه المنطقة المنفصلة ليتركوهم في مأزق حرج للغاية أما حول اختيار اللاجئين اليمنيين للصومال بالذات يقول الموقع أرض الصومال ليست كبقية الدول لأنه لم يتم الاعتراف بها من المجتمع الدولي وإيضا لأنها واحدة من أفقر الأماكن على وجه الأرض لذلك لا تعتبر مكانا مناسبا للجوء ولكن حضارتها وتاريخها متشابك جدا مع اليمن ويضيف التقرير الذي يترجمه يمن مونتور عن اللاجئون بعمق من المألوف أن يجد اللاجئون أنفسهم في بلدان فقيرة فهناك ما نسبته ثمانين في البيئة من اللاجئين في العالم قد لجأوا لدول نامية ولكن أن تكون لاجئا في أرض الصومال فهذا أمر معقد للغاية على الرغم من طموحات أرض الصومال في أن تصبح دولة مستقلة حيث أن الاستقرار لا يتواجد فيها حاليا ويتابع الموقع هناك مخايف أمنية محلية ودولية من تدفق اللاجئين من اليمن لأنها قد تستخدم كغطاء لأعضاء المجموعات الارهابية لدخوله إلى القرن الأفريقي حيث تنشط حركة الشباب ليصبح اللاجئون اليمنيون هناك بين حركة الشباب وتنظيم داعش وتنظيم القاعدة قبل الانتقال إلى ما قالته الصحفة العربية لهذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مجددا نرحب بكم ونلقي نظرة على ما قالته الصحفة العربية الصادرة صباح اليوم حيث نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن السفير البريطاني لدى اليمن والذي قال إن انتشار العنف في اليمن سببه الحوثي وصالح والمجلس السياسي علامة سونية وقال إدمونت براون السفير البريطاني في اليمن إن الحوثيون أو الحوثيين فشلوا بالاستمرار في الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي واستمروا في استخدام القوة لتحقيق أهدافهم بما في ذلك الهجمات ضد الحدود السعودية وعبر براون في حوار مع الشرق الأوسط قبيل مغادرته لقضاء إجازته في بريطانيا عن قلق المملكة المتحدة من تقارير تفيد بأن إيران قامت بنقل أسلحة إلى اليمن مطالبة إياها بأن تكون جزءا بناءا من الحل من خلال تعزيز الاستقرار وإظهار الالتزام بوحدته وسيادته واستقلال اليمن وسلامة أراضيه وأتهم السفير صالح والحوثيين بتعمد خلق عدم الاستقرار عن طريق الإفراج عن السجناء الخطرين من السجون مشيرا إلى أنهم إذا كانوا صادقين يجب أن يرحبوا بالنجاحات التي حققها التحارف العربي والحكومة اليمنية ضد الإرهاب وقال السفير بريطانيا على الرئيس السابق صالح التوقف عن الإدلاء بتصريحات تهاجم المجتمع الدولي وتقوض فرص السلام في اليمن مبينا أن سلوكه وألفاظه العامة طول فترة الصراع مقوضة للسلام وعن كيفية نظرة المملكة المتحدة إلى قضية الوحدة اليمنية قال سفير بريطانيا موقف المملكة المتحدة هو موقف مجلس الأمن الدولي وهو دعم وحدة وسيادة واستقلال اليمن نحن نعلم أن هناك مشاريع انفصالية في أجزاء من الجنوب ونحن ندعم المطالبات بهيكلة جديدة للدولة الذي من شأنه أن يعطي قدراً أكبر من الحكم الذاتي للأقاليم في اليمن على النحو المتفق عليه في الحوار الوطني ويتابع براون نحث جميع الفئات في الجنوب لتحقيق تطلعاتهم من خلال الحوار السلمي والامتناع عن العنف صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت في إحدى صفحاتها ثمانية قتلى في إعصار يضرب الحديدة حيث قالت مصادر يمنية أن إعصاراً ضرب منطقات في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر ما تسبب بمقتل ثمانية أشخاص على الأقل ونسب سكاي نيوز عربية إلى المصادر أن الإعصار الذي ضرب منطقة وادي رمان في مديرية الدريهمي أدى أيضاً إلى إصابة العشرات وأسفر عن تدمير نحو خمسين منزلاً أغلبها مصنوع من الخشب وتتابع الصحيفة الإعصار الذي يعد الأول من نوعه ضرب هذه المنطقة واقتلع المئات من أشجار النخيل والليمون كلام في التاريخ والسياسة تحت هذا العنوان كتب يوسف مكي مقاله المنشور في صحيفة الخليج وقال الكاتب لقد انقسم الفكر العربي المعاصر الفكر الذي ارتبط بحركة اليقظة العربية إلى عدد من الخطوط خط تقليدي أراح واستراح واتخذ موقفاً عدائياً وصريحاً من الحداثة ورأى أن ليس بالإمكان أفضل مما كان وأن طريق العربي للنهوضي هو العودة إلى الموروث القديم الذي صنع أمجدهم خط آخر شبه تقليدي طالب بتلاقح بين الأصالة والمعاصرة فقال بحتمية التماهي مع روح العصر ولكن باستلهام الموروث الحضاري للأمة بما في ذلك الموروث الأخلاقي والديني خط ثالث طالب بالبتر التام مع الماضي والتماهي مع العصر في الفكر والنموذج ولم يكن لهذا الخط نصيب قوي من الحضور الاجتماعي والسياسي في الواقع العربي حتى يومنا هذا وتشير القراءة المضوعية إلى أن الخطوط الثلاثة لم تلتزم بالمنهج التاريخي فالخط الأول انطلق من نظرة عدمية ساكنة بمعنى أنها غير تاريخية ويمثل الإسلام السياسي هذا الخط وقد تكرر حضوره في الواقع العربي وقد كان هذا الحضور باستمرار ردة فعل حادة لوجود أزمة سياسية في الواقع العربي صحيفة السياسية شنت هجوما لاذعا على تصريحات المخلوع صالح بشأن فتح مطارات اليمن وأرضها للجيش الأحمر وعنوانة الصحيفة صالح يتملق لروسيا لكم مطاراتنا وموانئنا وفي التفاصيل قالت الصحيفة الكويتية بعد أن أكدت روسيا عدم اعترافها بالمجلس السياسي الذي أنشأه الانقلابيون في اليمن مشددة على دعمها الشرعية أعلن الرئيس اليمن المخلوع صالح أن هذا المجلس الذي لم يعترف به دوليا مستعد لمنح موسكو حرية استخدام قواعد جوية وبحرية في اليمن وتتابع الصحيفة وقال صالح الذي أطيح به في احتجاجات شعبية حاشدة عام 2011 لقناة روسيا 24 في مقابلة أجريت معه من صنعاه نحن على استعداد لتفعيل الاتفاقات مع روسيا الاتحادية في مكافحة الإرهاب نحن نمد أيدينا ونقدم تسهيلات كافة في قواعدنا ومطاراتنا وموانئنا وتقول الصحيفة الكويتية مستندة إلى محل السياسي كلام المخلوع صالح واضح وهو يطالب روسيا بالتدخل عسكريا إلى جانب الانقلابين على غرار تدخلها في سوريا كما أنه يوجه رسالة مفادها أنهم سيمنحون موسكو كل التسهيلات والامتيازات في اليمن مقابل أن تدعمهم صحيفة الخليج عنوانت اتفق أو اتفاق لتسهيل مرور المسافرين من تعز إلى عدن وفي التفاصيل تقول الصحيفة توصل محافظة تعز إلى اتفاق مع مسؤوليين أمنيين وقيادات قوات التحارف العربي بالعاصمة المؤقتة عدن إلى اتفاق لإزالة المعوقات التي تواجه المسافرين من أبناء محافظة تعز وإيجاد الحلول الكفيلة بتسهيل عملية مرورهم إلى عدن وتضيف الصحيفة وقضى الاتفاق بتسهيل مرور المواطنين الذين يحملون الهوية الشخصية وإبرازها في النقاط العسكرية لتسهيل عمليات المرور من دون عوائق الأمر الذي لقيت ترحيبا من الأهالي في عدن وتعز وقال المكتب العلامي لمحافظ تعز إن المحافظ علي المعمري التقى في مقر قيادة قوات التحارف العربي بالعاصمة المؤقتة عددا من قيادات الحزام الأمني في عدن وناقش اللقاء الذي حضره مدير أمن محافظ تعز العميد محمود المغبشي طبيعة التنسيق بين السلطة المحلية والأمن في تعز وقيادة الأجهزة الأمنية في عدن وأسبل تعزيزها لمواجهة التحديات والتصدي للميليشيا الإنقلابية ومخططها الهادف إلى زعزعة الأمن والاستقرار هل أتاكم أيها العرب حديث تصنيف الجامعات العالمية تحت هذا العنوان كتب المغربي حسين مجدوبي مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي وقال الكاتل غياب العالم العربي عن المراكز الخمسمائة الأولى في الترتيب العالمي للجامعات هو غياب عن خريطة الجغرافيا العلمية والثقاثية للعالم وهذا كاف لتفسير تخلفهم عن ركب التقدم كيف يمكن لدولة صغيرة مثل أيسلندا التي يبلغ عدد سكانها سكان حي كبير في الدار البيضاء المغربية أو الجزائر العاصمة أن تحضر في تصنيف الخمسمائة ولا يحضر هذا البلد وفي وقت تتقدم فيه الجامعات يحلو لبعض الباحثين العرب الحديث عن أقدم الجامعات في العالم وإبراز كل من القروين في فاس والزيتونة في تونس وفي ظل الأجواء التي يعيشها العالم العربي فهذا ليس افتخارا بل بكاء على الأطلال وبدل هذا الافتخار لنتساءل لماذا حافظت كامبريج وأكسفورد على الريادة طيلة قرون بينما لم تنهض الجامعات التاريخية في العالم العربي يأتي هذا التصنيف ليضع الشعوب والحكام من مختلف الجنسيات والثقافات والإثنيات الذين يعيشون في العالم العربي أمام مرآة التخلف القاسي كما يأتي في وقت يحتل فيه العالم العربي مراكز متقدمة نعم متقدمة للغاية في خرق حقوق الإنسان وفي غياب الديمقراطية وفي ارتفاع معدل الفساد بكل تلاوينه وفي السهلاك منتجات الآخرين ويأتي في وقت يحتل فيه اسم وصيفة علم الأمة ذلك الذي ينتج الفتاوى وليس من ينتج أبحاثا في الدواء والإعلاميات والفيزياء إنها مفارقات التاريخ ومآسي الواقع المر في الخريطة التي تسمى العالم العربي فقدة لخريطة التقدم وصلنا إلى ختام حلقاتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر